شكراً أيها السيدات والسادة يعلن معالي القاضي الجليل أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمباركة من أرواح شهداء القضاء والوطن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فليتفضل سيادته حضرات السيدات والسادة في البداية أنعي بكل أساء زميلية المستشار عمر محمد حمد وكيل مجلس الدولة والسيد وكيل نيابة عمر مصطفى حسني الذين استشهدوا وهما يؤديان واجبهما الوطني مع باقي الشهداء على أرض سيناء وأتمنى أيضاً الشفاء العاجل للمصابين في هذه الأحداث وأدعوكم للوقوف حداداً على روح الشهدين وجميع شهداء الوطن فلقد أُغريت على مدار أيام السبت والأحد والإثنين التي توافق 21 و22 و23 نوفمبر 2015 انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب خارج وداخل مصر وتمت الانتخابات في 139 مقراً للبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج و13 محافظة في مصر وتنافس فيها 293 مترشحاً على 222 مقعداً في النظام الفردي و60 مقعداً في نظام القوائم وتابعت هذه الانتخابات أعداد كبيرة من السفارات الأجنبية في مصر ومنظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج ويضاف إليهم وسائل الإعلام المحلية والدولية والمراسلين الأجانب ولم تختلف انطباعاتهم ورؤيتهم للمشهد عما ذكروه في المرحلة الأولى من توفير مناخ آمن لتصويت الناخبين بحرية ومن شفافية الإجراءات الانتخابية ومن التزام السادة القضاء بحيادهم وحمايتهم إرادة الناخبين وخرج المشهد الانتخابي بهذه الصورة المحترمة نتيجة تعاون كافة الجهات المعنية مع اللجنة العليا للانتخابات من مجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة من أجل هدف واحد هو إنجاز الاستحقاق الثالث في أفضل صورة تعبر عن حضارة مصر وقدرة المصريين على تحقيق أهدافهم فمضى زمن التزوير أو التخطيط له وجاء زمن احترام إرادة الناخبين وحمايتها من العبث لقد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في الموعد المحدد لها ولم يتأخر عن ذلك سوى تلاتة وتسعين لجنة من اتناشر ألف ربعمية ستة وتسعين لجنة انتخابية أي بنسبة تقل عن واحد في المية وكانت هناك حالات فردية من المشادات أدت إلى عدم انتظام عدد محدود للغاية من اللجان لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولنستطيع أن نغفل ذكر وقوع انتهاكات ومخالفات قانونية من قبل عدد من المتنافسين وأنصارهم بعضها تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والبعض الآخر اكتفى فيه الراصدون بتناول الوقائع إعلاميا دون تقديم بلاغات عنها وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات نحوها ونأمل مع الممارسات القادمة أن تقل هذه الظواهر السلبية وأن توضع آليات جديدة تحد من انتشارها غير أن هذه السلبيات لم تؤثر على اكتمال الصورة البراقة للعملية الانتخابية التي شهد بها كل من اطلع عليها عن قرب وكل من سمع عنها عن بعد السيدات والسادة تلقت اللجنة العليا للانتخابات الحصر العددي لتصويت المصريين في الخارج وجاء على النحو التالي إجمالي الناخبين الحاضرين 37.141 ناخبا بزيادة قدرها 21.65 من مية في المية عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى إجمالي الأصوات الباطلة 1945 صوتا بنسبة 5.2 من 10% إجمالي الأصوات الصحيحة 35.196 صوتا بنسبة 94.8 من 10% نسبة الحضور من الزكور 59.5% ومن الإناث 40.5% الدوائر الأكثر تصويتا في الخارج دائرة النزهة ومصر الجديدة ودائرة مدينة نصر ودائرة البرولوس بكفر الشيخ الفئة العمرية الأكثر تصويتا يلفئة من 31 إلى 40 عاما أكثر الدول تصويتا المملكة العربية السعودية بنسبة 30.4 من 10% ثم الكويت ثم الكويت بنسبة 18.3 من 10% ثم الإمارات العربية بنسبة 12.7 من 10% الدول التي لم يصوّت فيها أحد فانما سربيا بنين موزنبيق ليبيريا وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أصوات المصريين في الخارج إلى الحصر العددي الذي استخلصته من مراجعتها لتصويت المصريين في الداخل وتعلن اللجنة العليا النتيجة اليوم التزاما بالجدول الزمني الصادر منها وقد جاءت كالتالي عدد الناخبين في محافظات المرحلة الثانية 28.240.425 ناخبا عدد من أدلوا بأصواتهم 8.412.011 ناخبا بنسبة 29.83 من مية في المية عدد الأصوات الباطلة 572.400 صوتا بنسبة 6.8 من عشرة في المية عدد الأصوات 7.839.611 صوتا بنسبة 93.220 من مية في المية أعلى المحافظات في نسبة التصويت جنوب سيناء بنسبة 41.6 من مية في المية كفر الشيخ بنسبة 36.820 من مية في المية أدقاهلية بنسبة 36 في المية أقل المحافظات أقل المحافظات في نسبة التصويت السويس بنسبة 18.1 من مية في المية القاهرة بنسبة 19.96 من مية في المية بورسعيد بنسبة 24.12 من مية في المية عدد المترشحين الناجحين في الجولة الأولى تسع مترشحين هم السيد محمود عثمان أحمد عثمان دائرة مدينة الإسماعيلية اتنين السيد طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدي دائرة ديارب نجم تلاتة السيد علي السيد علي المصلحي دائرة أبو كبير أربعة السيد محمد فوزي محمد فؤاد خميس دائرة بالبيس خمسة السيد سمير يوسف غطاص ميخائيل دائرة مدينة نصر ستة ستة السيد خالد يوسف حلمي محمد يوسف دائرة كفر شكر سبعة السيد أحمد رجب شحات محمد بدوي دائرة طوخ تمانية السيد جازي سعد عايد سعد دائرة دائرة وسط سيناء تسعة السيد إبراهيم محمد إبراهيم محمد دائرة رفح والشيخ زويد ونجحت قائمتان من الجولة الأولى في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتة وقطاع شرق الدلتة هما كلاهما لقائمة في حب مصر عن ستين مقعدا والدوائر التي ستجري فيها الإعادة هي تسعة وتسعين دائرة من بين مية واثنين دائرة انتخابية للنظام الفردي وقد صدر القرار رقم مية ستة وعشرين لسنة الفين وخمستاشر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخاب الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب متضمنا أسماء المترشحين الناجحين والقائمتين الناجحتين وأيضا أسماء المترشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة وسيوزع على حضراتكم استوانات مدمجة عليها كافة التفاصيل وفي ختم كلمتي تحية للزملاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية وتقديرا عميقا لجهدهم وبسالتهم أمام الصعاب والمخاطر ومن دعمهم وحماسهم نعلن بكل ثقة أن الإرهاب لن يثني القضاء عن أداء واجبهم الوطني وأننا موضون في استكمال الاستحقاق الثالث حتى النهاية وفق الله مصر وشعب مصر إلى طريق الخير والنجاح وشكرا لكم